اشتركوا في القناة ايه وبتفكر في ايه يلا بينا تحب عالية الاستكشاف فلديها شغف بمعرفة كل شيء وتقرأ الكتب وتتصفح الانترنت عالية دي ياولاد بتحب الاستكشاف يعني ايه يعني بتحب تعرف حاجات جديدة بتحب تعرف معلومات جديدة بتحب تعرف حاجات عن الحاجات اللي حواليها بتحب تعرف معلومات عنها فلديها شغف بمعرفة كل شيء هي نفسها وعندها فدول تعرف كل حاجة موجودة وتقرأ الكتب وتتصفح الانترنت طيب عشان تعرف المعلومات عشان تعرف معلومات عن كل حاجة حواليها بتعمل ايه بتقرأ كتب يعني هي مثلا عاوزة تعرف عن موضوع معين او عن حيوان معين او عن مكان معين فبتقرأ كتب بخصوص الموضوع ده او بتتصفح الانترنت تسأل عالية وتبحث وتتخيل وتكتشف عالية بتحب انها تسأل لما بتبقى واقفة معاها حاجة عايزة تعرف حاجة ومش عارفة تجيبها المعلومات من فين بتسأل تسأل حد اكبر منها تسأل ممتها تسأل باباها تسأل المعلمة بتاعتها وبتبحث بتعود تدور على اجابات سواء في الكتب زي ما اتفقنا او في الانترنت وتتخيل بتعود بقى لما تعرف معلومات جديدة بتعود تتخيل المعلومات دي تتخيلها عشان هي مثلا هي نفسها تعرف معلومات عن مكان معين فهي ما راحتهوش بتعود بقى تتخيل المعلومات اللي هي عرفتها وتكتشف وتعود بقى تدور وتكتشف حاجات جديدة وذات يوم طلبت المعلمة من التناميذ تقديم نموذج لمشروع ابتكاري في يوم من الأيام المعلمة بتاعت علي طلبت منهم يقدموا نموذج لمشروع ابتكاري يعني كل واحد يعمل زي نشاط من عنده في البيت يعمل نشاط ويجيبوا معايا تاني يوم المدرسة فصممت عالية مجسما لمركبة فضاء عالية بقى صحبتنا عملت مجسما لمركبة فضاء يعني عملت مركبة فضاء كأنها حقيقية بس هي صنعتها من الورق ومن الكارتون الموجود عندها في البيت انتهت عالية من صنع مجسما لمركبة الفضاء بكل تفاصيلها حتى الخوذة التي سترتديها عالية عملت كل التفاصيل بتاعة المركبة يعني ما عملتش كده مركبة أي كلام وخلاص لأني عملتها بكل تفاصيلها حتى الخوذة التي سترتديها حتى الخوذة التي بيرتديها أو التي بيلبسها رائد الفضاء هي كمان عملتها وضعت عالية الخوذة وأغمضت عينيها وتخيلت أنها في المركبة لبست بقى الخوذة حطت الخوذة على رأسها وغمضت عينيها شايحنا قلنا أنها بتحب أنها تتخيل وتخيلت أنها في المركبة وتخيلت أن هي رقبة المركبة دهية وأن المركبة دي حقيقية وفجأة واحد اثنان ثلاثة انطلقت في الفضاء وتخيلت أنها بتعد يلا واحد اثنين ثلاثة انطلقت في الفضاء يلا نشوف بقى هتشوف إيه في الفضاء ما هذا المنظر الرائع انظر إلى كوكب الأرض من الفضاء يبدو ككرة لونها بين الأزرق والأغدر يا الله بصوا إيه المنظر الرائع الجميل ده بص كوكب الأرض يا جونيوروان باين في الفضاء كأنه كرة يبدو ككرة لونها إيه بين الأزرق والأغدر الكوكب اللي احنا عايشين عليه لما نطلع الفضاء باين كأنه كرة زي الكرة لونها أزرق وأغدر الأزرق يعني البحار والمحيطات يعني المياه والأغدر يعني النبات والزرع وهذا أيضا القمر الذي نراه في الليل وكمان شافت القمر اللي بيظهر في الليل وهذه الشمس التي تجيء لنا في النهار وشافت كمان الشمس اللي بتنور لنا بالنهار يبقى عالية شافت إيه شافت كوكب الأرض وهو يبدو ككرة وشافت القمر وشافت الشمس جلست تنظر إلى الفضاء من نافذة المركبة التي صنعتها ما أجمل هذا المنظر فضلت عالية تبص من النافذة النافذة يعني الشباك فضلت تبص من شباك المركبة الفضائية اللي هي صنعتها من الورق وكانت بتقول ما أجمل هذا المنظر الله المنظر من الفضاء جميل شكل الفضاء والكواكب اللي فيه جميلة يلا نشوف شافت إيه كمان ظلت تدور حول كوكب الأرض فضلت بقت لف شوية كده حوالين كوكب الأرض فهي كروية الشكل الأرض كروية يعني كوكب الأرض شبه الكرة حتى اسمها الكرة الأرضية ما هذا إنني أرى ثمانية كواكب نعم نعم لقد تذكرت قرأت ذلك في كتاب هي شافت كوكب الأرض وشافت القمر وشافت الشمس وبصت كمان شافت الثمانية كواكب فقالت إيه بقى نعم نعم لقد تذكرت قرأت ذلك في كتاب إحنا عارفين إن عالية بتحب القراءة فهي لما شافت الكواكب إفتكرت إنها قرأت المعلومة دي في كتاب قبل كده إن المجموعة الشمسية فيها ثمانية كواكب عطارد عطارد الزهرة الزهرة الأرض المريخ المشترى زحل ورانوس نبتون ثمانية كواكب في المجموعة الشمسية افتكرت حتى كمان أسماءهم الأسماء دي دي أسماء الكواكب يبقى إحنا حبيبي عندنا ثمانية كواكب في المجموعة الشمسية كانت قرأت عنهم عليا قبل كده في كتاب اسمهم إيه بقى افتكرت حتى افتكرت أسماءهم اسمهم عطارد الزهرة الأرض المريخ المشترى زحل ورانوس نبتون إحنا عندنا ثمانية كواكب في المجموعة الشمسية خلعت عالية الخوضة وابتسمت وقالت ما أجمل هذه الرحلة رجعت بقى وكل ده أصلا يا حبيبي ده كل ده خيال دي مش حقيقة هي بتتخيل إنها طلعت رحلة في الفضاء إحنا عارفين إنها عالية بتحب الخيال بتحب تتخيل فكان كل الرحلة دي تخيال مش حقيقة بس المعلومات دي فعلا حقيقية لإنها قرأت كده في الكتب مش إحنا كمان عارفين إنها عالية بتحب الاستكشاف وبتحب القراءة وبتحب تتصفح الإنترنت هي جابت المعلومات الدية معلومات حقيقية فعلا جابتها من التصفح في الإنترنت أو من الكراءة كراءة الكتب بس الرحلة دي كانت بتخيل يعني هي مش مش حقيقية فخلعت الخوذة وابتسمت وقالت ما أجمل هذه الرحلة اللاجي رحلة جميلة جداً وتمنت أن يمر الوقت سريعاً وتذهب إلى المدرسة لتعرض نموذج المركبة الفضائية لمعلمتها وتحكي لأصدقائها عن رحلتها في الفضاء كانت مبسوطة جداً من الرحلة دهيت وتمنت أن الوقت يعدي بسرعة وتذهب بكرة تروح بقى المدرسة وتحكي توري الميس بتاعتها تعرض نموذج المركبة الفضائية توري المركبة اللي هي عملتها وتعبت فيها توريها للميس وتحكي لأصدقائها عن رحلتها في الفضاء وتعرض بقى تحكي لأصحابها عن الرحلة اللي هي رحتها في الفضاء وتقول لهم هي شافت إيه؟ وتحكي لهم عن الكواكب وعن القمر وعن الشمس اللي هي شافتهم في الفضاء احنا كده يا ولاد خلصنا الفيديو بتاعنا اشوفكم على خير في فيديو جديد وكسة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته